يمكن الدخول على النظام من خلال الرابط lms.seu.edu.sa وذلك باستخدام اسم المستخدم وهو بريدك الشخصي وكلمة المرور وهي رقمك الوطني قبل بداية الدورة، يجب على المتدرب تحميل وتثبيت برنامج مشغل الفصول الافتراضية حسب نوع الجهاز المستخدم لتشغيل الفصول الافتراضية على جهاز الحسوب، اضغط على أيقونة برنامج مشغل الفصول الافتراضية على الحسوب من قائمة تعليمات ثم حمل وثبت البرنامج لتشغيل الفصول الافتراضية على الأجهزة الذكية، اضغط على أيقونة تطبيق مشغل الفصول الافتراضية على الأجهزة الذكية من قائمة تعليمات ثم حمل وثبت تطبيق Blackboard والذي يمكنك من خلاله تصفح المحتوى والوصول إلى رابط الفصل الافتراضي بعد ذلك حمل وثبت تطبيق Blackboard Collaborate Mobile وهو مشغل الجلسة الافتراضية المباشرة بمجرد الضغط على رابط الفصل الافتراضي في تطبيق Blackboard يتم تشغيل الجلسة الافتراضية المباشرة باستخدام تطبيق Blackboard Collaborate Mobile بشكل آلي يتم دخول التسجيل على الأجهزة الذكية من خلال تطبيق Blackboard بعد تحميل وتشغيل التطبيق ابحث عن اسم الجامعة وذلك بكتابة Saudi E-University ثم اضغط على اسم الجامعة واكتب معلومات الدخول من خلال قائمة الدورات التدريبية يمكنك الدخول على محتوى الدورة التدريبية بعد الدخول على الدورة التدريبية يمكنك تصفح محتوى الدورة التدريبية والذي سيتاح لك بشكل مجدول في اليوم الذي يسبق موعد الفصل الافتراضي وبعد اختيار الوحدة التي ترغب الدخول إليها يمكنك تصفح المادة العلمية ويمكن تصفح الوحدة عن طريق الحاسب من خلال أيقونة تصفح المحتوى عن طريق الحاسب ويمكن تصفح المحتوى عن طريق الأجهزة الذكية من خلال أيقونة تصفح المحتوى عن طريق الأجهزة الذكية ومن خلال أيقونة الفصول الافتراضية المباشرة يمكنك الدخول لحضور الفصول الافتراضية المباشرة تحت قائمة الجلسات المجدولة يتكرر الفصل الافتراضي المطلوب منك حضوره في ذلك اليوم في ثلاثة مواعيد مختلفة وعلى المتدرب اختيار موعد واحد فقط يناسبه أما أن يكون في أول اليوم أو وسطه أو آخره بعد اختيار الموعد المناسب ستظهر لك أيقونة انضمام إلى الغرفة والتي من خلالها يمكنك حضور الفصل الافتراضي يمكن للمتدرب إذا تعذر عليه حضور الفصل الافتراضي المباشر الحضور عن طريق مشاهدة المحاضرة المسجلة وذلك من خلال أيقونات المحاضرات المسجلة تحت عنوان الدورات التدريبية مع تحيات الجامعة السعودية الإلكترونية ودروب